شايف ايطالي اعمل وصفة الفطار اللي قدامكم دي وبصراحة اول ما شفتها شكلها يشه جدا علشان كانت حميست قولتي اللي مجربهاش واشوف الطعام عامل ازاي ولما بحست عنا اكتشفت ان اسمها فطار البيتا وبصراحة اكتر حاجة محميسين لنجربها ان طريقتها سهلة جدا وبس كده كل اللي عايزوا منك تتحميس معايا ويلا بنا نبدأ الفيديو بتاعنا اول خطوة هنقول باسم الله وهنحتاج تلتو كباية ومعلقة كبيرة مياه سخنة وهنضيف عليهم معلقتين كبار حليب معلقة صغيرة سكر معلقة صغيرة ملح وهنقلب كويس وبعد التقليب هنضيف كباية ونص من الدقيق وهنقلب نص تقليبة واول ما توصل معنا للشكل ده هنضيف معلقة صغيرة بيكينج باودر وهنكمل تقليب وبعد ما تبدأ تتلمي معانا بالشكل ده هنضيف عليها ثلاث معلقة كبار زيت زتون وهنكمل عجل وبعد ما نعجل كويس وتتحول معانا العجل ناعمة وطرية وبتلزقش بالشكل ده هنواقف عجل واهم حاجة لو لقيتها بتلزق معاك هنضيف لها شوية من الدقيق ودلوقت هنسيبها على جنب الحد ما نجهز الحشب وبالنسبة للحشب فهو حسب الرغبة وانا هستخدم جبنة موزريلا وهنستخدم لانشوم فراخ وهنبدأ نقطعه كتعة صغيرة وهو ده كده الحجم المطلوب واخر مكون هنستخدم معجون طماطم وقبل ما ننزل العجينة هنضيف رش الدقيق وهنبدأ نقطعها 4 قطع بالتساوي وبعد ما نقطع العجينة هنبدأ نكورها وهنبدأ نفردها على شكل دائري وهو ده كده السمك المطلوب وبعد ما نفرد العجينة على شكل دائري بكترة حوالي 18 سنتي دلوقت هنبدأ نضيف الحشب اول مكون هنضيف سلسة الطماطم واهم حاجة ما نجيش على الاطراف وهنبدأ نضيف لانشوم الفراخ واخر مكون الجبنة موزريلا وبعد ما نضيف الحشب بكل سهول هنبدأ ننمي الاطراف على بعضيها وهنقرس عليها كويس وبالراحة خالص هنبدأ نفردها فاردة صغيرة وهو ده كده الحجم المطلوب وبعد ما نخلص بقي الكمية هنبدأ دلوقتي في التسوية وعلى نار متوسطة هنمسح الطوصة بالزيت وبعد ما الطوصة تسخن هنقلب بسم الله ونبدأ ننزل وبكل بساطة هنقلبها عالجنبين لحد ما تاخد معانا لون ده بمحمر وكل جنب هياخد حوالي 7 دقايق تسوية وبعد مرور حوالي 7 دقايق هنقلبها عالجنب التاني وبعد مرور آخر 7 دقايق كده الفطيره أصبحت جهزة وكده كل اللي عليك تقلب بسم الله وتقسم والدوق وبصتوا كده بسم الله ما شاء الله والشكل عامل ازاي وعايز اقول لكم ان رحيتها حرفيا في منتهى الجمال ويلا بنا دلوقت ندوق ونشوف الطعنة عامل ازاي بسم الله انا عايز اقول لكم ان الطعم باختصار عبارة انك بتاكل بيتزا على هيئة فطير وطبعا كل ما كان الحشو افضل كل ما هيديك طعم احسن فانت استخدم الحشو اللي بتحبه واكيد الطعم هيعجبك وبس كده بيكمتها الفيديو بتاعنا جربوا الوصفة دي وان شاء الله هتعجبكم واشوفكم في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة